اللي يبهج أيضاً ويدعو لي الثقة في النفس هو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشاد بجهود مصر في تعزيز آليات مشاركة الشباب بالتنمية دي حاجة كنا منتظرين شهادة من هذا النوع آه منتظرين شهادة من هذا النوع ليه؟ لأنه برنامج الإنمائي للأمم المتحدة ما بيجميلش، ما بيشتغلش شغل علاقات عامة ده أرقام ومتابعات دقيقة بيتكلم قدامنا تقرير الأمم المتحدة بيشيد بجهود الدولة المصرية لتعزيز آليات مشاركة الشباب ودعم مشاركة الشباب بشكل حقيقي مش سوري مش برضو مش دبوس، لا ده حقيقة البرنامج قال عبر صفحيته زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم تعمل مصر على الاستثمار في شبابها بهدف وضع الشباب في مرمى المسئولية وتحمل المسئولية تهدف هذه الأليات الجديدة لتعزيز مشاركة الشباب زي مؤتمرات الشباب اللي احنا وشفناها على مدار السنوات الماضية والإكاديمية الوطنية للتدريب الشباب وتعزيز إشراك الشباب في عملية التنمية طبعا سيد رئيس خلال السبع الماضية استلم النسخة الخاصة بالتنمية البشرية اللي فيها كل التفاصيل ما كان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن يشيد بتجربة مصر في تمكين شبابها لو لا وجد على الأرض ثمرة حقيقية أنا فاكر مؤتمرات الشباب اللي انطلقت فيه أعتقد نوفمبر 2016 نوفمبر 2016 أو ديسمبر 2016 وكان مؤتمر شباب مصر وبعدين مؤتمر شباب العالم تحول إلى منتدى شباب العالم بيخرج هذا المؤتمر بأفكار شبابية بتتحول بقرارات إلى قرارات رئاسية أثناء المؤتمر شفنا تابعنا كم مؤتمر شباب 9 أو 10 مؤتمرات حتى هذه اللحظة أنا تمنى يعني أن يعود مؤتمر الشباب مرة أخرى كمنصة شبابية حقيقية تشارك فيه اتخاذ القرار تشارك فيه عرض وفرض أحلام الشباب على الجميع أعتقد أنه مؤتمرات الشباب أو منتدات الشباب الماضية أثمرت عن مجموعة من الشباب فاعلين سواء فيه القطاع التنفيذي القطاع التشريعي فيه كل مناحي الحياة موجودين بيتدرب بيتعلم بيغلب بيصلح بيشوف بنفتح الباب وبنفتح النوافذ الشباب وأكاديمية تدريب الشباب أعتقد الأكاديمية الوطنية على غرار الأكاديمية الوطنية الفرنسية كل دي كانت منجزات ومخرجات لمؤتمرات الشباب وكانت فكرة فكل الأفكار أعتقد بتتضافر مع بعضها البعض لتضع جزء من صورة جمهورية الجديدة في مصر اللي كلنا بنحلم بيها إن شاء الله خلال الفترات القادمة الخبر التالت عندي اللي برضو بيدعو لي الفخر بالبلد الحقيقة احنا عاملين نقول حاجات كلها إيجابية ممكن واحد يقول لي تمانا هستفيد إيه لما التقرير الإنمائي يشيد بدور الدولة في شباب مصر واحد تالي يقول لي انت بتكلم على الطاقة وإحنا عندنا كذا واحد تالي يقول لي يعني الناس بتتسائل من غير هذه الأشياء مفيش دولة فاعلة من غير هذه الأشياء الدولة أكامنة احنا عايزين دولة ناشطة دولة بتتحرك دولة بتؤثر دولة بتتفاعل مع العالم الخارجي احنا كل يوم بنقول حاجة بتضاف إلى خلينا فيه لوحة قدامنا اسمها الجمهورية الجديدة كل ما نعمل مشروع نروح نحط عنوان فيه الجمهورية الجديدة كل ما نعمل حاجة تنموية بشرية رقمانة تحول رقمي نروح بسرعة نحط فيه اللوحة بتاعت الجمهورية الجديدة صورة نحط فيها عنوان نحط فيها سطر في كتاب الجمهورية الجديدة كل اللي بنقوله سطر فيه كتاب اسمه الجمهورية الجديدة يلا مع بعض عشان يتم اصدار هذا الكتاب لكي ننعم جميعا ان شاء الله لان المعركة مزاد مستمر